موسيقى لكن من الأفضل أن أنت تأجل المباراة دي لأفضل وقت ممكن بطولتنا المحببة البطولة اللي كل أهلاوي لذكريات معها كأس العالم للأندية مين فينا مش فاكر ذكرياتها في اليابان خلينا أقول لكم أن للأمانة بعكس ناس كتير جدا أنا بكون سعيد لما البطولة بتقام خارج اليابان ده كان بيأثر كتير جدا علينا سواء سعى بيولوجية أو أسباب كتير جدا وأنا سعيد أنه كمان جمهور النادي الأهلي في الإمارات شفنا قبل كده قديه هو جمهور كاسح وجمهور كبير البطولة ستقام في الفترة من 3 إلى 12 فبراير القرعة اتعملت النادي الأهلي حيواجه فريق منتيري المكسيكي والجزيرة أمام أوكلاند سيتي والهلال حيقابل الفائز من المباراة الأولى وبالمراس حيقابل الفائز من مباراة الأهلي ومنتيري وتشيلسي الفائز من مباراة الهلال مع الفائز من المباراة الافتتاحية ما بين الجزيرة وأوكلاند سيتي طبعا كل ده مهم أنباء كتير جدا وكواليس كتيرة جدا عن التعارض ما بين كاس الأمم وبطول الكاس العام الأندية حنيجي لده في وقته ولكن كان مهم نحطكه معانا في الصورة كالعادة النادي الأهلي رايح بأهداف مختلفة أهداف أكبر طموح أكبر يليق بين النادي الأهلي في انتظار أن نحن نشوفه في النهائي لأول مرة إن شاء الله إن شاء الله كل طموحات جماهير النادي الأهلي وده يمكن عبر عنه حتى بيت سمسيماني أنه بيطمح في التواجد في المباراة النهائية وإن كان المشوار صعب خاصة لو استعرضنا مباريات النادي الأهلي أو مواجهات النادي الأهلي أمام أبطالي كونكاكاف اللي طبعا النتائج ما كانتش موفقة بشكل كبير لأن النادي الأهلي واجه أبطالي كونكاكاف أربع مواجهات فاز في وراءه واحدة فقط لغير هي كلوب أمريكا اللي حققنا فيها الماداليا البرونزية ولكن تعرضنا لثلاث هزائم منهم هزمتين من فريق منتيري المكسيكي وهزيمة كانت في منتغة الغرابة بعد التقدم 2-0 على باتشوكا المكسيكي وكمان يمكن كابتن محمد بركات كان سجل هدف في بداية الشروط الثاني ولكن تم احتساب وتسلل وما كانش فيه تقنية الفار وصلنا لإكسراطاية مفاز فريق باتشوكا 4-2 لكن هزمتين أمام فريق منتيري يعني الرسالة واضحة يا شباب لنا أمانتين عند فريق منتيري لازم يرجعوا إن شاء الله وبعد كده وإحنا بنواجه بالمراس لما نتخطى إن شاء الله المرحلة الأولى نبقى نتكلم عن فكرة الأمانة اللي عندنا احنا لبلمراس والله يا أسامة أنا عايز أقول أن مباراة منتيري للأمانة أنت مش محتاج تضخم المنافس ولا محتاج في نفس الوقت تقلل منه لأنا بشوف أن النادي الأهلي في مواجهات فرق أمريكا الجنوبية تحديدا بيكون لأ في ندية وفي تنافسية أكبر عندنا أنه هاو بتاع المواجهات دي بشكل كبير جدا يعني بنقدر شوفنا مع انترنسيونالي في 2006 خسرنا اتنين واحد في المباراة عملناها كبيرة جدا قدام كورينسيونز اخسرنا واحد سفر بصعوبة وبالمراص قدرنا تفوق عليه في رقلات الترجيع على عكس فرق كونكا كاف بيكون كعباة عالي علينا ويمكن هي بتجيد قدامنا فنيا وبدنيا كمان ومباراة أربعة اتنين تشهد على ده في مواجهة باتشوكا فأعتقد إن احنا محتاجين ندي المباراة حجمها وندخل المباراة برؤية وأداف مختلفة وما نعتقدش إن هي مباراة سهلة وما نبصش لمباراة بالمراص قبل ما نقدر نتجاوز منتيري اللي هي عقبة صعبة جدا فريق قيمته التسوقية بتصل لتسعة وتمانين مليون أورو وفقا لترانسفر ماركت على الجانب الآخر تسعة وعشرين مليون للنادي الأهلي أكيد قيمة تسوقية كبيرة لمنتيري وكمان فريق عنيد جدا فنين بالتأكيد طب تعالوا بقى مين فريق منتيري اللي ممكن يقلها النادي الأهلي في الدور الأول في بطولة كأس العالم أندية فريق منتيري حاليا في الدور المكسيكي بيحتل المركز التاسع بعد انتهاء الدور الأول والدور المكسيكي له طبيعة مختلفة عن الدور المصري بتلعب 17 مباراة دور أول ثم بتاخد راحة وبعدين تلعب 17 مباراة دور تاني وبعد كده بيتجمع أفضل أربعة الأوائل وبيلعبوا بلاي أوف زي كأس مصري كده أو زي بطولة الكأس اتنين فرقتين يلعبوا بعض بالقرع قبل نهائي يلعبوا بعض في النهائي ففريق منتيري حاليا في المركز التاسع لعب 17 مباراة فاس خمسة اتهزم خمسة تعادل في سبع مباراة 22 نقطة سجل 19 هدف بس استقبل 16 هدف يعني فارق 3 أهداف فقط لغير وطبعا أجيري أجيري اللي كان ماسك منتخب مصر في أمم 2019 وبيرسيتاو كان سبب من أسباب إقالة أجيري أنا أتمنى بيرسيتاو يتقلق أمام أجيري مرة أخرى ولو الناس بتفكر أن موارد جدا يكون فريق منتيري مهتم بالبطولة يكون ككاف فبالتالي أهمل الدوري لا دي نتائجه حتى الموسم الماضي في الدور الأول كانت تقريبا فارق 6 نقاط يعني مجرد مبارتين فوز لكن من بداية الموسم لعب فريق منتيري 24 مباراة تعالوا نشوف فريق منتيري عمل إيه في الـ 24 مباراة وانقارنهم بآخر 24 مباراة لعبهم النادي الأهلي عشان يكون عندنا معيار ثابت للمقارنة في الفترة الأخيرة وهي بداية الموسم اللي تلعب منه نصه في المكسيك أو الدور المكسيكي هنلاقي النادي الأهلي لعب 24 مباراة ومنتيري 24 مباراة الأهلي فاز في 18 وتعادل في 6 وصفرة هزيمة الناس هتقول طب إحنا اتغلبنا في السوبر احنا اتغلبنا في السوبر برقلات الترجيح فبيتم احتساب المباراة دي تعادل الأهلي سجل 60 هدف ودخل مرمى 21 هدف على الجانب الآخر فوز 10 من 24 لمنتيري تعادل في 9 مباراة وبرضو هزيمته 5 مباراة سجل 34 لو قررنا الأهداف 34 من 60 واضح جدا في 24 مباراة إن خط هجوم النادي الأهلي أقوى بكتير وإن كان خط الدفاع أو الاستقبال الهدف 21-20 النتيجة مقاربة جدا طب ما تيجي نحط الكلام ده قدامنا لكل مباراة هنشوف إن النادي الأهلي في كل مباراة بما إننا بنتكلم عن خط الهجوم النادي الأهلي قدر يصنع 9 فرص لكل مباراة مقابل 5 فرص فقط لغير لفريق منتيري إذن أنا عندي هنا القدرة على صناعة الفرص أفضل من فريق منتيري طب الإكسبيكتة جولزة أو الأهداف المتوقعة اللي كان المفترض يحققها النادي الأهلي من الفرص دي قد إيه 2.4 من 10 مقابل 1.25 من 100 لفريق منتيري الأهلي سجل كام سجل 2.5 يعني قدر يسجل أقصى من الأهداف المتوقعة وده بيشير لفكرة القدرة أو قدرات لعيبة النادي الأهلي في استغلال الفرص في آخر 24 مباراة على المقابل أيضا فريق منتيري قدر يسجل 1.42 لكل مباراة يعني برضو أكتر من الأهداف المتوقعة طب الأهداف اللي كان المنافسين المتوقع يسجلوها في مرمى الأهلي أو منتيري اللي هي استقبال أهداف متوقعة الأهلي هنا كان المفترض لكل مباراة يستقبل 76 من 100 هدف يعني أقلم الجهل لكن للأسف كان بيستقبل 88 من 100 على المقابل فريق منتيري كان المفترض يستقبل هدف و 5 من 100 استقبل 83 من 100 إذن لو رحت للمقارنة هتلاقي النادي الأهلي متفوق في كل شيء باستثناء فقط لغير استقبال الأهداف النادي الأهلي المفترض 76 من 100 بيدخل مرمى 88 من 100 دي بترجع لإيه بترجع لأشياء كتير جدا وارد جدا تكون أنت غير موفق وارد الفريق اللي قدامك المنافسين اللي قدامك كانوا موفقين بشكل وباخر عندك أخطاء في التعامل مع بعض الكرات ممكن الكرات السابتة أو الكرات المرتدة وصلت أن المفترض بدل من نسبة L من 76 لا أقل بقوة حرس مرمىك محمد الشناوي بقوة دفعاتك لا دخل في مرمىك تقريبا 88 من 100 هدف لكل مباراة على عكس فريق منتيري مفترض في كل مباراة بيتشكل عليه خطورة يتسجل في مرمى هدف وخمسة من 100 لكن كان بيطلع بـ 83 من 100 فقط لغير أعتقد في المباراة الأخيرة بيتسو مسماني إدري عليك ده باللعب 3-4-3 وأعتقد ده يكون واضح بشكل كبير جدا الفترة الجاية للنادي الأهلي فنقدر نتغلب على الأخطاء الدفعية اللي كانت بتخلي مرمانة معرض لاستقبال أهداف أكتر من الأهداف أو نسبة الأهداف المتوقعة بوسي أسامة يعني خليني أتفق معاك المعيار ده كإنديكيشن مقارنة بالدوري اللي انت بتلعب فيها المنافسات إنما مقدرش قيص منتيري بالأرقام دي على النادي الأهلي ولا النادي الأهلي على منتيري مقدرش أقول إن قوة الأهلي الهجومية مقارنة بالمنتيري بتسوي كذا ولا دفعية بتسوي كذا لا 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 أنا بلعب في منافسة على قد المنافسين بزرح ده نفس الكلام اللي هيقول بقى أنتوا بتكرنوا ليه من ريال مدريد والنادي الأهلي وبتتكلموا في سكة المسابقات لا ريال مدريد بلعب في منافساته الأوروبية والنادي الأهلي بلعب في منافساته الأفريقية أنا جايب مقارنة النادي الأهلي من خلال المنافسة سواء في الدورة المحلة أو البطولات الأفريقية وفريق منتيري من خلال المنافسين بتوعوا في الدورة المكسيكية أو من خلال بطولة الكونكاكاف فالمعيار سابت جدا و24 مباراة ده معيار تقدر يديك انديكيشن عن فكرة قوة المنافس اللي انت بتلعبه وبنحطك في الصورة مع فريق منتيري هل ده على أرض الواقع هيحصل إيه؟ ده موضوع تاني لأن المباراة 90 دقيقة المتفوق في 90 دقيقة هو اللي يقدر اللي عايز أقوله وأكده أن دي ما نقدرش نقول قوة الأهلي هجوميا مقارنة بمنتيري هجوميا ولا دفاعيا مقارنة بمنتيري دي وجهة نظرة طبعا يعني لأن أكيد أنا مش نفس المعيار التنافسية ولكن عايز برضو أكد حاجة اتكلمنا فيها عن الدوري المكسيكي والدوري المكسيكي منتيري فيه وضع مختلف هو أنت عندك الأبرتورة ده دوري الصيف والكلوزورة ده دوري الشتاء هو يعتبر فيه بطلين للمسابقة كل موسم منتيري مثلا وترتيبه العاشر في الدوري المكسيكي مش كوضع كألقاب هو حق خمس ألقاب يمكن كم منهم لقب مكسيكو قبل النظام الحديث ده والنظام الحديث حقق الكيلوزورة 2003 وحقق الأبرتورة 2019 و2019 يعني أنت عندك بطل للصيف بيجي دلوقتي مثلا منتيري ترتيبه التاسع طيب أول تمام فرق هم اللي بيلعبوا زي سيمي فاينال كده بيلعبوا ربع النهائي الأول بيلعبوا القصدي الكوارتر فاينال وبعدين بيلعبوا نص النهائي طب إزاي منتيري التاسع ولعب من ضمن التمانية لأن أول أربعة بيصعدوا مباشرة لمواجهات دور التمانية ده وأول بعد كده تمانية اللي هم أول اتنشر فريق أو أربعة بيصعدوا مباشرة وأول تمانية بيلعبوا زي تصفية ما بينهم وقدر منتيري يفوز على كروز أزول ووصل وخرج من الدور التمانية في البداية هو إذن مش بطل الصيف انتهت ولكن هو عنده فرصة في فكرة بطل الشتاء دي نظام المسابقة في الدوري المكسيكي طيب حنيجي كمان منتيري ليه نهضة كانت كبيرة جدا في الفترة من 2009 إلى 2013 دي كان أفضل سنوات فريق منتيري مع فيكتور مانويل فوسيتش طبعا المدرب اللي بالنسبة لهم لمكانة كبيرة هنا حقق الكونكاكاف أكتر من مرة وحقق دوري الأبرتورة زي ما قلنا لكم اللي بيكون مميز في منتيري هنا منتيري فريق لتاريخ كبير ولكن يمكن في الكونكاكاف ترتيبه أكتر من الدوري المحلي اللي ترتيبه بالألقاف في العاشر فريق لازم نعمله حساب قيمة التسوقية 81 مليون أورو وأعتقد النادي الأهلي لازم يجهز فنيا كتير جدا ليه ومسلماني زي ما عودنا يكون رجل المباريات الكبيرة وهي من المباريات اللي أعتقد ستكون كبيرة آخر حاجة ممكن نقول لكم عن فريق منتيري ومدربه أجيري أنه بيلعب بطرقتين لعب 4-3-3 4-2-3-1 ولكن إن شاء الله قادر بيتسو مسماني أنه هو يخلي كافة النادي الأهلي أرجح لأن من وجهة نظري بيتسو مسماني يتفوق على أجيري فنيا وده إن شاء الله نشوفه على أرض الملعب